ليست معركة وهذه الرصاصات التي تطلق لا يقصد بها قتل الخصوم بل هي للتعبير عن فرحة وصول أحد أبناء منطقة تابعة لمحافظة لحج وخروجه من سجنه قبلها كانت أصوات الأسلحة تعلو من مختلف القرى اليمنية احتفاء بعودة الحجج وقد جعلت الحرب هذه الأصوات أقوى وأشد ولم تعد الأسلحة الخفيفة كافية للتعبير عن الفرح بعد أن استبدلت بالأسلحة المتوسطة التي وزعت على نطاقات واسعة وأصبحت متاحة للجميع تسرب السلاح من أيدي المقاتلين إلى أيدي المدنيين بمختلف الطرق كان أبرزها المال حيث ختمت الحرب فصولها في بعض المدن بأسواق عشوائية للسلاح ولم تسفر حملات المداهمة التي نفذت في عدن ولحج وشبوة للحد من تجارة أصبح لها أسس وقواعد ويخشى نشطاء دشنوا مطلع الأسبوع الحالي حملة مناهضة السلاح من وصول المزيد من البناتق إلى أيدي جماعات لها أهداف لسيطرة في مناطق وتزايتت المخاوف عقب الإعلان في أبيان عن جهات تشتري السلاح وتجمعه في أماكن مجهولة ووفقا لمدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد فقد تم العثور على كميات من الأسلحة مخبأة في مزارع منطقة توبان وأن الهدف من تكديسها هو الاستعداد لمعركة قادمة في البلاد وهي معركة يصعب التنبؤ بموعدها وإن كان يمكن معرفة نتائجها الكارثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر